أفدت المديرية العامة للأصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية ستهم ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين المقبل عددا من أقاليم المملكة وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي أن زخات مطرية قوية ستهم اعتبارا من السبت عملات أقاليم واجززات وتنغير الخميسات خريب جازاكورا فيما ستهم هذه الزخات المطرية القوية اعتبارا من يوم غدا الأحد أقاليم سيدي قاسم سيدي سليمان الخميسات قنيترا العرائش والزانش فشاون تتوان المضيق الفنادق وذكر المصدر ذاته أنه من المرتقب أن تهم أيضا زخات مصحوبة محليا بتساقطين للبرد وزخات رعدية معتدلة ابتداء من اليوم السبت على الأقاليم وعملات فاسطات الحاجب اليوسفية ومكناس فيما ستهم اعتبارا من يوم غدا الأحد أقاليم وعملات خريب جازا سطات لفقي بن صالح قلعة سراغنة وارحمنة وأضفت المديرية أنه من المرتقب أن تهم تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1400 متر اعتبارا من اليوم السبت وإلى غاية يوم غدا الأحد عددا من الأقاليم